من دون شك تتبع الطائرة التي نفدت الهجوم على مجلس العزاء في صنعاء يوم السبت الماضي قوات التحالف لكنها نفدت ضربتها بناء على تعليمات من مركز توجيه العمليات الجوية في الجمهورية اليمنية دون اذن من قيادة التحالف أما مركز توجيه العمليات الجوية فقد استقى معلوماته المغلوطة من جهة تابعة لرئاسة هيئة الأركان العامة اليمنية كان هذا باختصار ما حواه بيان فريق التحقيق المشترك لتقييم الحوادث نصا أي فريق وأي حوادث وهل تتحمل هيئة الأركان اليمنية المسئولية وهل يستقي طيارو التحالف أوامرهم من مركز توجيه في اليمن دون الرجوع لقيادتهم وأين كانت الطائرة حينما صدرت إليها تعليمات باستهداف مجلس عزاء تحول إلى 140 مأتمن معلومات مغلوطة من جهة تابعة لرئاسة هيئة الأركان اليمنية تسببت في قصف مجلس للعزاء في صنعاء إلى هذه النتيجة خلصت لجنة التحقيق الذي كلفها التحالف السعودي بالنظر في القضية وأشار بيان اللجنة إلى أن الجهة اليمنية أصرت على استهداف الموقع بشكل فوري لوجود قيادات حوثية مسلحة هناك ما يجعله هدفا عسكريا مشروعا معلومات تبين لاحقا أنها غير دقيقة بحسب البيان ونفى المتحدث باسم فريق التحقيق أن تكون النتائج هذه تضع حكومة الرئيس عبد الرب منصور هادي ككبش فداء نحن لا نتكلم عن إدانة دولة ما نحن نتكلم عن حقائق لأنه يتم رجوع إلى القيادة المركزية في الرياض لأخذ الإذن باعتبار بأنه من ضمن قواعد الاشتباك أن هذه الأماكن كانت من الأماكن المحظور استهدافها في الموقع الذي تم قصفه بتاريخ 18 عشفاء 2016 وشددت لجنة التحقيق على أن الهجوم نفذ بدون الحصول على توجيه من قيادة قوات التحالف في الرياض ومن دون اتباع الإجراءات الاحترازية في الوقت ذاته أفادت اللجنة بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأشخاص الذين تسببوا في الهجوم وضرورة قيام التحالف بمراجعة تطبيق قواعد الاشتباك هذا موقفنا في أنصار الله أنه ينبغي أن يكون هناك لجنة تحقيق تحقق في كل الجرائم التي ارتكبت من أي طرف من الأطراف وعلى كل طرف ارتكب جريمة سواء عن طريق الخطأ أو بشكل متعمد عليه أن يتحمل المسؤولية سواء فيما يتعلق من الناحية الأخلاقية بالاعتراف بهذه الجريمة والاعتراف بالخطأ والتكسير أو فيما يتعلق أيضا بالتعويض وأقول فيما يتعلق باستهداف المدنيين أما قضية العسكريين طبعا هذه معركة وتعهد بيان لجنة التحقيق بتعويض أسر الضحايا البالغ عددهم 140 قتيلا وأكثر من 500 جريح ويواجه التحالف بقيادة السعودية انتقادات حادة منذ الهجوم على مجلس العزاء لسيما من منظمات حقوقية وصفتها بجريمة حرب ودعت إلى إجراء تحقيق دولي ذي مصداقية فضلا عن تحذير الولايات المتحدة أنها سوف تراجع دعمها للتحالف في اليمن كريم جهري بي بي سي للنقاش ينضم إلينا من الرياض الخبيل العسكري اللواء محمد القبيبان أهلا وسهلا وفي الستوديو لأستاذ عبد الباري عطوان رئيس تحريج جريدة رأي اليوم العربية الإلكترونية أستاذ عبد الباري أهلا وسهلا البداية هي من الرياض اللواء محمد القبيبان هل هناك من طيار في التحالف الذي تقود السعودية ينفذ أوامر من دون رجوع لقادته عفوا هل هناك إيش؟ من طيار ينفذ أوامر من دون رجوع لقياداته أو لقادته من ذات نفسه يعني أول شيء السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وسلم وأحيي ضيفك الكريم يعني أنا ما أعتقد أنه في أي عمليات عسكرية قبل أن تنفذ أن أي فرد عسكري أو حتى طاقم جوي أو حتى قيادة وسيطرة تقوم بتنفيذ عمليات بدون الرجوع إلى القيادة ولكن هنا مستويات القيادة تختلف وأنا ما ودي أروح لآخر الحديث الذي هو قوانين الاشتباك لأن قوانين الاشتباك لها دور كبير في اللي حصل في مجلس العزاء فإجابة على سؤال حضرتك لا لا يوجد أي عملية عسكرية تتم سواء تخطيطية أو سواء تنفيذية أو حتى أي نوع من العمليات العسكرية بدون أخذ الموافقة مسبقا من قبل القيادة الأم أو القيادة الرئيس ولكن عند تنفيذ العمليات هناك تخويل صلاحيات تخويل الصلاحيات يأتي على حسب سرعة العمليات نحن نعرف سيدة رشا بأننا الآن في حرب وليست حرب كما ذكرت كثيرا ومرارا ليست حرب نظامية نحن نواجه حرب غير نظامية جماعة انقلابية قد تستخدم مجالس عزاء تكون تجمع منها ما حصل يعني أنه والله يجتمعون مع بعض في نفس الوقت يناقشون وهذا شيء خارج عن الموضوع أو قد يتم وجودهم في هذه الأماكن لاستخدامها لأماكن قيادة وسيطرة هو أقرب ما يتم استخدام أماكن ما بين المدنيين في حالة الحرب التي يمكن أن يتخذ فيها قرارا سريعا يمكن للطيار أو لمستويات قيادة مختلفة أن تتخذ القرار في حالة من الصرع لكن ينبغي للفرد الطيار أن يعود إلى قيادة لا تقوليني شيء ما قلت لا إله إلا الله لا خلينا أقول لك حاجة واحدة نحن نتكلم نحن نتكلم عندما يتم أخذ التوجيهات الواضحة للعمليات العسكرية هناك مستجدات تحدث في هذه المستجدات إذا كان بالإمكان التواصل مع القيادة كان بها إذا لم يمكن الاتصال مع القيادة ورأى من هو قائد ميداني بأن يتخذ الإجراء المناسب فهذه عمليات عسكرية يعني ليس من المعقول بأن ننتظر حتى تأتي الأوامر في ظل ظروف متحركة وسريعة وديناميكية حتى يتم تنفيذ العملية بما حدث من مستجدات لذلك هي عملية مترابطة تأتي بناء على تعليمات مسبقة تأخذ التعليمات الأولية ومن ثم يتم التوجيه إلى الميدان معركة وإذا حصلت مستجدات أقرب قيادة وإذا لم تكن هناك قيادة فهذا إنسان مسؤول مسؤولية كاملة لتنفيذ العملية بأفضل صورة ممكنة طيب سيد عبد الباري ماذا نفهم من ذلك؟ يعني أنا قرأت البيان الذي صدر عن لجنة التحقيق أو فريق التحقيق هناك نقطتان أساسية النقطة الأولى قالوا أنهم تلقوا معلومات مغلوطة من هيئة أركان الجيش اليمني التابع للرئيس عبد الربو منصور هاد النقطة الثانية أن هناك وحدات نفذت ودون الرجوع إلى القيادة يعني أولا هذه لم تكن عمل عسكري هذا مجلس عداء مجلس عزاء وهذا مجلس العزاء معروف يعني أنه في قاعة مدنية وليس في قاعدة عسكرية فالقول بأنه والله أنه لنفذ هذه العملية لم يتشاور مع قيادته هذا فيه عديد من علامات الاستفاة وهذا يدين حقيقة عاصفة الحزم ويدين التحالف العربي لأنه يعني هل كل طيار يأخذ القربة والآخر يستخدم قاعة العزاء كمآوى عسكرية يا أستاذ رشاء يعني مجلس عزاء يعني مجلس عزاء وهذا معلن وليس لو كان اجتماعا سريا تحت الأرض يعني نفهم ذلك أنه الأمر يعني ربما يكون هناك التباس لكن هذا قاعة معروفة وكبرى وفي قلب العاصمة صنعاء وعزاء رسبي وفي أنباء يعني مؤكدة أنه هذا مجلس عزاء النقطة الثانية يعني الأساسية يعني اللي احنا نجد من أن نتوقف عندها يعني طب أين القيادة احنا نعرف مثلا رئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية عندما قررت القيادة العسكرية إطلاق صاروخين لتدمير وحدة رادارات أطلقت صواريخ على سفن أمريكية اللي اتخذ القرار الرئيس أوباما نفسه اغتيال عملية اغتيال يسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة اللي أخذ القرار وأشرف على تنفيذه هو الرئيس الأمريكي نرجع لهذا الموضوع طيب يعني لماذا لا تفحص القيادة السعودية هذه المعلومات التي جاءت عن مجلس العزاء لماذا لم تدقق ولها يعني خبراء أو عندها يعني مخبرين على الأرض يعني لماذا لم يتم التأكد من أن هذا يعني اجتماع مدني واجتماع عزاء لكن أنا معلوماتي الشخصية أنه اعتقدت هذه القيادة بأن مجلس العزاء سيحضروا اللي هو الرئيس اليمني علي عبدالله صالح وسيحضروا أيضا اللي هو ربما عبد الملك الحوثي زعيم الحوثيين وشقاء فلذلك اعتقدوا أنه يعني هذا سيكون صيدا ثمينا وخاصة أن الرئيس اليمني السابق حضر اللي هو عزاء بالكريم الإرياني وأيضا يعني مجالس عزاء أخرى لأنه مطمئن أنه مجلس العزاء لن يقصف ضيف كريم اللواء محمد القبيبان كان قد وفان بمعلومات تقنية في يوم الرابع عشر من أغسطس أبل فائت حين حادثت مستشفى أطباء بلا حدود هو قال لي باللفظ في تسجيل أنا عدت إليه اليوم ساعة اللواء حضرتك قلت لي نصا الطائرات التي يستخدمها التحالف الذي تقوده السعودية طائرات حديثة لها باع في إصابة الأهداف بدقة عالية احتمالات الخطأ تقريبا صفر تم إقصاء جميع الدفاعات الجوية الطائرات تتحرك بحرية ليس هناك ضغط على الطاقم الجوي يتخلص بقنابله بأسرع وقت يذهب حيث حرية العمليات الجوية هناك مراجعة من جانب القادة هناك لجنة شكلت برئاسة منصور منصور من خبراء عسكريين ومهنسين وطباء المجال كان مفتوح للجميع وتم التحقيق هناك خروقات صحيح تحدث لكن احتمالات الخطأ تقريبا صفر ماذا نقرأ في ذلك في الحادث الذي خرج به التقرير اليوم الحادث ارجعي انتي للنقطة الأولى الرئيسية اللي هي وصول معلومات مغلوطة هذا هو كان اللي خلينا نقول الحجر الزاوية في الحدث قلت لي في يوم الرابع عشر من أغسطس أن الطائرات حديثة وطائرات لها باع في إصابة الأهداف وبالتالي حتى إذا كانت المعلومات التي تصلها مغلوطة بحسب ما فهمت أنا بمعلوماتي القاصرة عسكريا وحضرتك صححني أنه هي مزودة بأجهزة حديثة تمكنها من إصابة الأهداف بدقة عالية والتعرف على أهدافها نعم أنا ما أقول لك لا ولا زلت مصر على كلامي هذا أن الطائرات مطورة أو مجهزة بأحدث الأجهزة هذا ترى ما لا أي علاقة بالحدث نفسه نحن نتكلم على الحدث نفسه كيف صار الحدث نفسه نعم لما تتكلمين على معلومة مغلوطة وصلت إلى قائد طائرة وقام بعملية القصف زي ما ذكرنا نعم هل قائد الطائرة يعلم من هو موجود هناك وصلت معلومة بأن هناك تجمع سواء تجمع عسكري أو سواء تجمع قيادات انقلابية أو سواء تجمع اللي هو تجمع ولكن وصلت المعلومة بأن هناك تجمع لقيادات حوثية مع الانقلابيين ولديهم من التعليمات بأن يقوموا بعمليات عسكرية في ظل الوضع الحالي نحن في حرب نحن لسنا في سلم بحيث أن حتى من الغباء أن الحوثي والانقلابيين يجتمعون ويقولون نحن ها هنا وتريدين أن الاستخبارات سواء من الجانب اليمني لا يتحدثون عن هذا الشيء لازمنا نحن نتحدث على أنه عندما تم استهداف المجلس العزاء تم استهداف هذا المجلس بناء على معلومة مغلوطة المعلومة مغلوطة ليس ذنب الطاقم الجوي بأنه تم استهدافها مررت من قبل رئاسة الأركان اليمنية إلى مركز توجيه العمليات اليمنية وقيل لهم بأن هناك تجمع لقيادات عسكرية في هذا المكان الأخ الضيف الكريم يتكلم بأن هذا مجلس العزاء معروف يا أخي أعطيني حاجة سنس أنت بعد يعني تكلم بسنس شوي هل من المعقول بأنه في مجلس العزاء ومعلن عن مجلس العزاء ويتم استهدافه يا أخي هذا ليس يعني بالموقع سأل واجيه وفي الواقع به الكثير من السنس صدعت بالباري عطوان هل ستم محاسبة الولايات المتحدة وبريطانيا التي تصدر الأسلحة إلى السعودية التي أجهزت الرادار بها واضح أنها غير قادرة على الكشف عن المواقع التي ليس بها أسلحة غير قادرة على الكشف عن الأسلحة في الواقع في المناطق التي تستهدفها الطائرات أو محاسبة الأجهزة اليمنية التي صدرت المعلومات المغلوطة يعني البيان قال أنه سيتم محاسبة الذين ارتكبوا هذا الخطأ الولايات المتحدة الأمريكية أوقفت التعاون فورا التعاون العسكري مع المملكة العربية السعودية قالت أنها ستوقف وتوقف فورا والآن بريطانيا قالت بأنها ستذهب إلى مجلس الأمن الدولي وستستصدر قرار بوقف إطلاق النار فورا وبدون شروط بس أنا لو يسمح للسيد اللواء محمد في الرياض أنا بس بدي أذكره طيب أنه إذا كان والأعراس اللي ضربت قبل ذلك والمستشفيات أربع مستشفيات من ست مستشفيات لأطباء بلا حدود طيب هل هذه كمان أيضا كانت معلمات بغلوطة؟ طيب المزارع مثلا اللي ضربت المدارس اللي ضربت المصانع أو تعبئة المياء التي ضربت يعني هذه سلسلة طويلة من الأخطاء وهذه ترتقي إلى جرائم حرب مثلما قالت منظمة أطباء بلا حدود ومنظمات خيرية إنسانية أخرى فالمشكلة أنه عندما تتكرر هذه الأخطاء القول بأنها أخطاء أو معلمات خاطئة لم يعد مقنعا على الإطلاق لأنه هناك ضحايا في سبع بيت واحد أصيبوا في مئة واثنين وأربعين واحد قتلوا يعني معقول اجتماع عسكري فيه أكثر من ألف واحد مثلا وهذا أمر واضح جدا هناك فيه تعمد حقيقة فيه تعمد ضرب المستشفيات فيه تعمد ضرب العراس تعمد ضرب مزارع الأبقار تعمد ضرب اللي هو تعبئة المياه تعمد ضرب مدارس يعني هذا فيه استهداف مقصود لهذه إذا كانت الطائرات دقيقة جدا ومثل ما قال المتحدث باسم السيد عسيري أو العميد عسيري إنه هي نفس الكلام الكلام اللي تفضل فيه اللواء محمد إنه هذه الطائرات دقيقة جدا وأهدافها محددة يعني لا تحيد مطلقا عن أهدافها طب ماذا نفسر هذه السلسلة من خلينا نقول القصف بلاش الأخطاء لهذه الأهداف المدنية المعروفة على نطاق واسم شكرا جزيلا لضيفي الأستاذ عبد الباري عطوان رئيس تحريج جريدة رأي اليوم العربية الإلكترونية وللواء محمد القبيبان من الرياض الخبير العسكري شكرا لكم